أحمد السعيدي مرسلنا في ذيقار ينضم إلينا للحديث عن آخر تطورات الحبوب مرحبا بك أحمد ما حقيقة ما كشفت عنه مصادر اليو تي في عن تحرك الجيش لاعتقال ناشطين من الحبوب نهارا وإطلاق سراحهم ليلا تفضل يعني حتى اللحظة لم يؤكد هذا من جهات رسمية لكن الحادثة الشهيرة حادثة الرمي التي حدثت عشية الاحتجاجات التي حدثت في ساحة الحبوب ربما تؤكد هذه الرواية وما زال الجيش هو القريب جدا من ساحة الحبوب بعد انسحاب قوات الشغب وبعد ما أصدر متظاهر تشرين بيانا ليلة الأمس طلبوا فيه إلى التهدئة لكن التهدئة المشروطة وهي أن يكون الجيش وشرطة النجدة هي القوات المحيطة بساحة الحبوب مع الاحتفاظ بحق المتظاهرين في التظاهر كل جمعة وبالتالي على القوات الأمنية القادمة لمسك الملف الأمني في مدينة الناصرية عليها المغادرة والعودة إلى ماكنها خارج مغداد وعدم دخول قوات الشغب إلى محيط ساحة الحبوب وإلا أن المتظاهرين هددوا بالعودة إلى التصعيد وبالتالي يعتبرها هي محاولات استفزازية من جهات سياسية تحاول أن تربك الملف السياسي والأمني في المحافظة لأغراض انتخابية كما ذكر البيان هل من خطوات مقبلة أحمد للمحتجين في ساحة الحبوب في حال عادة تصعيد مجددا إليها؟ نعم هم أكدوا أنهم سيعودون إلى التصعيد والتصعيد المناطق السلمي وبالتالي على الجهات الحكومية الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية عليها أن تعي جيدا خطورة هذا التحرك لكن هنا على الأرض هناك خطوات ربما تحسب للتهديئة اليوم قائد الشرطة الاتحادية زار ساحة الحبوب وأيضا قائد عمليات سومر وقائد شرطة الذقار زار المدرسة التي تم فيها التي لجأ لها المتظاهر كما أظهر مقطع فيديوي على مواقع التواصل الاجتماعي وقدموا اعتذارا رسميا للمؤسسة التربوية بحضور مدير تربية محافظة ذقار ونقيب المعلمين في المحافظة حيث أن نقابة المعلمين في المحافظة أصدرت بيانا استنكرت هذا الفعل نعم أحمد سعيد مراسلنا في ذقار أشكرك جزيلة شكرا